اهلا بكم قبل ظهور الاسلام كان لأحبار اليهود السلطة والنفوذ كانت كلمتهم مسموعة عند الكبير والصغير عند السادة والعوام وكانوا عبيد للمال وفي سبيل المال مفيش عندهم محال التوراة كانت بالنسبة لهم وسيلة مش غاية كان مبدأهم الدفاتر بتاعتنا ومين حيراجع وراءنا هتلاقيهم حرفوا في التوراة واخفوا من التوراة وبدلوا في التوراة وحذفوا من التوراة وبعد كده طلع البدر محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وأضاء بنور الإيمان ربوع المدينة وكان موجود في التوراة علامات الرسول صلى الله عليه وسلم ووجوب الإيمان به والتباعه تفتكر حضرتك هيكون سهل على النفس البشرية لأحبار اليهود التحول من الكفر للإيمان ولا الموقف هيكون صعب على النفس البشرية الغارقة في حب المال والسلطة والنفوذ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين واستعينوا واطلبوا العون في كل أموركم بأمرين الصبر والصلاة يعني إيه صبر؟ يعني حبس النفس والصبر ثلاث أنواع صبر على الطاعة صبر عن المعصية صبر على أقدار الله الصبر على الطاعة بإنك تأديها والدوم على أدائها والصبر عن المعصية بإنك تتركها وتبغضها والصبر على قضاء الله بالرضى وعدم السخط بها كل عمل ليه ثواب محدد إلا الصبر قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب الصبر كل خير حتى الشوكة يشاكها المؤمن فهي كفارة للسيئات طب الصلاة الصلاة نور وإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كان فيه منكر أكتر من اللي كان فيه أحبار اليهود الصلاة شفاء من أمراض البدن والنفس حتى المشي للمسجد خطوة تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة إنها عائدة على خصلة الصبر وعلى خصلة الصلاة زي في قوله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها آتت هنا عائدة على الجنتين لكبير معناها عظيمة صعبة شاقة شديدة إلا على الخاشعين الخاضعين المطيعين المؤمنين فهي سهلة ميسرة جعلنا الله منهم اللهم آمين قال الله عز وجل حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل تلوع الشمس وقبل الغروب جزاكم الله خيرا شكرا للمشاهدة